أسعد الله مساءكم بخل خير أهلاً وسهلاً بكم أعزاء المشاهدين في هذه التغطية المستمرة من قناة الإمام الحسين الفضائية الثانية نقدم لكم تهاني وتبركات أخواتنا الزائرات من منطقة ما بين الحرامين الشرفين متواصلين معكم كونوا معنا أبارك وأهني لصاحب العصر والزمان عليه السلام بولدته الميمونة المباركة اللهم يعجل فرجك وسهل مخرجك ويوسع منهجك ويجعلنا من أنصارك وأعوانك مستشدين بين يديك يا صاحب العصر والزمان كيتملأ هذه الأرض قصة وعدلاً كما من الزن والنجوراً أبارك لسيدي ومولاي الإمام الحسين والأبو فضل العباس بهذه المباركة لولادة الميمونة وهي ولادة الإمام الإمام صاحب العصر والزمان إمام الحجة صلوات الله عليه الإمام الصابر صلام الله عليه بأبي أنت وأمي يا صاحب العصر والزمان بأبي أنت وأمي يا مولاي سيدي ومولاي لقد ضاقت الدنيا يا سيدي والأرض ملأت زلماً وجوراً يا سيدي اللهم بحق الحسين الوجيه أن يعجل بظهورك يا إمامي ويعجل فرجك يا سيدي وسهل مخرجك يا سيدي وأبارك للإسلام ولجميع شيعة محمد وعليه بهذه المولادة الميمونة وهي ولادة إمامي صاحب العصر والزمان ولادة سيدي ومولاي الإمام الحسين ولادة سيدي ومولاي أبا فضل العباس ولادة سيدي ومولاي إمامي علي زين العابدين اللهم يحشرني معكم ويجعلني إن شاء الله بزمرتكم اللهم يحشرني ما هي محمد وآل محمد وأمتني ممات محمد وآل محمد ببركة الصلاة على محمد وآل محمد أهن صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه بمناسبة الأئمة الأطهار ولادتهم والميمونة ومناسبة اليوم وزكريا وأيضا هناك مناسبة معيد الأم الله يحفظ جميع الأمهات ويرحم الأموات جميعا أهن صاحب العصر والزمان للإمام الحجة بمناسبة أعياض الشعبانية وأهن العالم الإسلامي والمراجع العظام أرفع أسماء آيات التبريكات والتهاني إلى مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف وإلى مراجعنا العظام والأمة الإسلامية جمعا بمناسبة الولادات الميمونة للأئمة الأطهار أبا عبد الله الحسين أبا الفضل عباس والإمام السجاد عليه السلام ومناسبة ولادة علي الأكبر وولادة صاحب الأمر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف جعلنا الله من أعوانه وأنصاره والمنتظرين لظهوره إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين أسعد الله أيامكم بحلول شهر شعبان المبارك ومناسبة ولادة الأئمة الأطهار أحب أن الأمة الإسلامية والأمة العربية كافة وصلنا وإياكم إلى ختام جولتنا هذه من منطقة ما بين الحرمين الشرفين ومن هذه الأجواء الإيمانية المباركة أعادها الله علينا بالخير والبركات تقبلوا تحياتي وتحيات كادر البرنامج دمتم في أمان الله وحفظا ترجمة نانسي قنقلا ترجمة نانسي قنقر